مصطفى شبير آه آخر كلمة قالها إبراهيم يقولي إنه هو بترى يسد ويدنه عن الكلام وإنه ابن كابتن أحمد شبير حارس من الحراس الكبر في تاريخ النادي الآلي لأ أنا بالنسبة لي وممكن كابتن شبير يزعل من كلمتين دول لا هو أبو الوز عوام هو دلوقتي الناس تقول إنه أبو مصطفى شبير مش إنه ابن كابتن أحمد شبير فأنا بالنسبة لي لا هو أبو الوز عوام اللي بيعمله مصطفى شبير رغم أنه هو كابتر رحمة شبير واحد من أساطير النادي الأهل في حلسة المرمى لكن اللي بقدمه مصطفى شبير أنه حارس يتحطى تحت الضغط أنت الفنية بقى قال أرقام عظيمة جدا إبراهيم لكن أنه حارس يتحطى تحت الضغط في صد القاهرة أمام الوداد بيسافر أقصى الغرب ويلعب فاينال أفريقيا وبعدين يلعب قدام بلوزداد يرجع شرق شوية ينزل جنوبا يروح يلعب ملعب بنيمين مكابا في سنبا ملعب ممتلع عن آخره بالجماهير وبعدين يسافر الكونج ويلعب في المنباشي بيتحطوا كل هذه الضغوط بالضغوط الجماهيرية في حراس كتير عدوا على النادي الأهل مش عادي أقول أسماء فنياً كانوا حراس كبار لكن تحت هذه الضغوط في مباريات محلية كانوا بيفقدوا تماما كل مقاوماتهم الفنية لقطتين المباراة كل لقطة أتكلم منه إبراهيم عن مصطفى شبير عشان عايف لوقتي بيجري منك لقطتين عن مصطفى النهاردة بيروح يرمي جسمه أو بيحاول أنه يقفل بص يا كريم هنا الكرة دي عكسية اتعكست على عكس الكروسوس اللي بيعملها لعيمة مازينبي ونزلت كمل الفريم اللي بعده على طول بص الإسقاط بتاع الكرة الراجل نازل لوحده تماما تماما بص بص يا كريم التانية بتاعة رجليل اتنين هو مش ميل شمال ولا يمين هو مش عارف هتحطله في الدقيقة ولا هتحط في البعيدة فهو حاطط باصص وعامل وضع الاستعداد ان الرجليل اتنين متنين اللي تحت هو ايخد شمال أو يمين حسب اتجاه الكرة وده ريفلكس يحسد عليه مصطفى شوبر جدا جدا ويحي عليه مشيلي يانكون جهات اللي بعديها على طول فريم اللي بعده على طول دي اللي بعديها يا كريم في النفس ف لدقيقة 30 في نفس الجوت كم اللي بعديها على طول فريم اللي بعده كمان كمان واحدة كمان دي نزلت كمان واحدة هينزل دي اللي في نهاية الشوط كان بيتكلم على ابراهيم. واحدة اصعب من اللي قبلها. انا جبت لك واحدة انفراد. مسقط في ظهر في المنطقة. وقام اتكلم مع رضا سليم. دي اللي بعديها على طول تصدي. واخد نفس التكنيك هاتف في رمي اللي بعده. بص بقى هنا يا كريم. وعلى طريقة حراس كرة اليد. دي بيستعمال في كرة اليد. من كنت لعي كرة يد يعني. دي بيستعمال في كرة اليد النجمة. هو بيطلع بيديه ويتنقل عشان يكبر جسم وقدر الامكان عشان قد اشيل كرة. وما كانش لها حل تاني. لانها كانت من وجهة. تحية كبيرة يا لمصطفى شوير. مش على مباراة النهاردة. لأ على المسير. ربنا نحفظه هيا. عزيزي.